مرسلنا خالد رزق من العالمين الجمهور في انتظار لقاء يومل اتنين مصر مع فرنسا كيف هي المعنويات في العالمين ما قبل مواجهة المنتخب المصري مع المنتخب الفرنسي خالد مساء الخير و اهلا بيك اتفضل برحب بيك يا محمودي و برحب بكل مشاهدة On Time Sports في كل مكان زي ما انت اتكلمت على الانجاز الكبير اللي حقوق المنتخب المصري الالولمبي في مباراة الامس كان هناك يعني بالامس احتفالات كبيرة جدا من الجمهور اللي حاضر في العالمين الجديدة استمتاع مع بها استمتاع طبعا اجواء مميزة في العالمين ولكن كان هناك شاشات عملاقة بيتابع من خلالها كل المتوجدين اجواء مباراة المنتخب المصري الالولمبي و خلينا نقول لك بعض التعليقات اللي كانت موجودة على المباراة ان كل الناس تتكلم ان اللعبين رجالة قد المسئولية كانوا سعداء جدا بالاداء اللي قدوا في الملعب بامبارح وبالتحديد الكل تكلم على ابراهيم عادل اللي عمل حالة كبيرة جدا في الالولمبيات بالتأكيد وكان ظهر بصورة مميزة جدا وهو اللعب اللي احرز هدف التعادل وهو اللعب اللي خدم رقلات الجزاء بالفوز لعب يعني بيصنع تاريخ بالتأكيد مع منتخب مصري الالولمبي ويعني بقالنا عدد كبير جدا من السنين لم نصل لهذه المرحلة وايضا يعني اداء مميز جدا من المنتخب المصري الالولمبي وايضا يعني الاهتمام ما كانش موجود يا محمودي بالمنتخب المصري الالولمبي لكرة القدم فقط ولكن كان هناك كبيرة انتهاء المباراة ايضا متابعة لمنتخب مصر لكرة اليد ايضا لحق انجاز بالتأكيد بالامس وصعد في مباراة الامس في مباراة ايضا كانت صعبة وعدل من بعد ما كان متأخر فيها نتيجة ان هو يتعادل ويفوز فيها هذه المباراة اجواء في العالمين الجديدة مميزة جدا لكل الكلم على كيفية توفير شاشات عملاقة لكل متوجدين هم اقدروا يتابعوا المباراة في العالمين الجديدة وادا كان فيه احتفال كان فيه بعض الفرق المصرية للفلكلور الشعبي الجميل اللي كان بعد انتهاء المباراة كان فيه عسف لبعض الموسيقى المصرية بالتأكيد فاجواء كانت فيها يعني شعور قوي وفخر كبير بمنتخبنا المصر الولمبي الناس كلها بقت بتتابع بتتكلم على حمزة علاء بتأكيد وبتتكلم على احمد سيد زيزو بتتكلم على محمد النيني وكل اللاعبين بصراحة فيه منتخب مصر الولمبي لحقق انجاز كبير جدا يعني محمودي مازالت الامور مستمرة بشكل مميز في العالمين الجديدة مازال كل من بيتواجد في العالمين الجديدة من كبار وصغار باستمتعوا بجميع انواع الفعاليات والولمبيات فرضت نفسها العبين منتخب مصر الولمبي فرضوا نفسهم على الجمهور المصري انه في اي مكان وفي اي كافية وفي اي حتى يقدر يتابع المنتخب المصر الولمبي استمتع بالاداء المميز وان شاء الله كلنا سيقاف رجالتنا اننا هنقدر نوصل لأمور بعيدة وزي مواحدة النهاردة من الجمهور قال لي هنكسب فرنسا ان شاء الله في عكرة دارها وليه لا ما ناخدش مركز اول وناخد من دليا دهبية في كرة القدم وده حق ماشاء الله منتخب مصر بكل تأكيد يعني محمودي من العالمين الجديدة الاجواء المميزة اعود اليك لاستمتاع بقى باقي الفقرات في البرنامج بالتأكيد لك هتكلم الان تفضل شكرا ليك خليد شكرا جزيلا كل التوفيق لمنتخب مصر في الكرة وفي اليد ويا رب ان شاء الله مادلية دهب مش مادلية واحدة